استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على فضائية نورسات سيادة المطران يوسف متة رئيس أسقفة الروم الملكين الكاثوليك في عكا وحيفا والناصر وسائل الجليل وذلك في حلقة جديدة بعنوان الكنيسة الملكية شهادة وحضور وقد تركز اللقاء على توضيح هوية كنيسة الروم الملكين الكاثوليك وارتباطها بتاريخ أنطاكيا ووحدتها مع روما كما لفت سيادته إلى أهمية التنشئة الكليركية التي تؤسس لأجيال واعدة في المجتمع المسيحي كونوا معنا سيدنا نورسات بحبوك الحمد لله المحبة من ربنا وأنت تحب نورسات أكيد ونحن نحبك ونحب هذا اللون سيدنا هذا اللباس الشرقي أنت كاثوليكي أنت رئيس أساقفة كاثوليكي بالأمس كنتم مع سيادة أمين سر حاضرة الفاتيكان العلاقات مع الدول وزير خارجية المونسوليور غالاقر وكنتم مع البطريرك اللاتيني أنت موجود ولكن متميز هذا التميز باللباس بالبدلة بالعكاز بالتاج كيف يضعك ضمن الكنيسة الكاثوليكية طبعا الكنيسة الملكية الرومية الملكية الكاثوليكية لها تاريخ كبير في هذا الأرض المقدسة هي كنيسة أنطاقية والكنيسة الأنطاقية هي واحدة من الكنائس الكبرى كما نعرف وكما تعلمنا هي واحدة من خمسة كنائس أساسية وطبعا لها في هذا المكان حضور لأنها كنيسة تأسست من خلال الرسل والقدسين الذين تابعوا هذه المسيرة مسيرة التبشير إلا أن وصلنا إلى هنا إلا أن وصلنا إلى هذا الزمن الذي فيه نشهد لهذا التاريخ العريق الذي كان لهذه الكنيسة قبل 1724 لأن الكنيسة الأنطاقية الرومية الملكية هي كنيسة شرقية بكل ما فيها من معنى هذه الكنيسة التي كانت دائما حاضرة في الشرق حاضرة أيضا بغناها اللاهوتي الشرقي من خلال الأباء القديسين الذين عاشوا وقدسوا أيضا كل الأديرة وكل الناس التي توجهت إليها فنحن نشهد على هذا التاريخ من خلال عراقة كنيستنا من خلال تقاليدنا من خلال الرموز التي تمثلت فيها هذه الكنيسة من حيث اللباس من حيث اللهوت من حيث الرموز المسيحي الشرقي وكل ما يتعلق في الأيقونات وما إليها من أمور كل هذا يدخل في ما يسمى التقليد المقدس التي حافظت عليه كنيسة أنطاقيا وستبقى هذه الكنيسة حاضرة ليس فقط في الشرق وإنما في كل العالم لأنها كنيسة رسولية